انتلقت فعليات مهرجان سباق الهجن بالعريش في أول دورة له بعد توقف دام لسنوات وبدأت الفعليات بعروض شعبية من الترات البدوية وعروض للهجن المزينة كواقم وزير الشباب أشرف صفحي ومحافظ شمال سيناء عبدالفضيل شوشة بتفقد أعمال تطوير مضمار سباق الهجن بالعريش ومنصة المشاهدة وقاعة الاستقبال الرئيسية كما تم تفقد معرض المنتجات السينوية التراتية التي شاركت فيه أسر منتجا وشباب ومنتجون لحرف تراتية وللمزيد عن فعليات سباق الهجن بالعريش ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد ضعنا في الصورة لديك حول السباق وأهم فعلياته والعروض الشعبية من الترات التي تعرض خلاله نعم إيمان وريهام تحية لكم بالفعل يعني بداية ننقل لكم رسالة أمن وأمان من هنا من مدينة العريش هذا المهرجان مهرجان الهجن الذي يقام في دورات الأولى بعد توقف دام لسنوات طويلة هو إعلان عن عودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها هنا في مدينة العريش بداية ظهر اليوم افتتح وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي والواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء افتتح فعليات هذا المهرجان مهرجان الهجن هنا في العريش حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثمائة جمل يتنفسون على الأشواط الأولى أو المراكز الأولى عبر ثلاثين شوطا هذه الفعليات تستمر اليوم وغدا بمشيئة الله تعالى ويشارك فيها العديد من القبائل العربية سواء من محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وكذلك الإسماعيلية ومحافظات القناة كذلك أشير في هذه النقطة إلى أنه تم رفع كفاءة مدمار الصباق وتم توسعته حيث يصل عرضه إلى عشرين مترا بالإضافة إلى أن طوله يصل إلى ثمانية أمتار أما المساحة الإجمالية التي تقام فيها فعليات مهرجان الهجن فتصل إلى أربعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف متر مربع كذلك نادي الهجن المصري بالعريش الذي تقام في فعليات هذا المهرجان يعتبر من أقدم النوادي للهجن والتي شهدت مصابقات محلية وعربية ودولية كثيرة لمصابقات الهجن غدا بمشيئة الله تعالى تتواصل فعليات هذا المهرجان وفي نهاية اليوم غدا سوف يتم تكريم الفائزين من الهجن الذين فازوا في هذه المصابقة وهذا المهرجان وأشير ختاما وسريعا إلى أن إلى جانب أو على هامش فعليات هذا المهرجان يقام أيضا معرض للحرف اليدوية والمشغولات اليدوية من منتجي وصانعي محافظة شمال سيناء عليكم زملائي فرسك أشكرك جزيلا أحمد الحسيني من العريش